جلسة مغلقة ساخنة عقدها مجلس النواب اللبناني شهدت انسحاب نائب حزب الله علي عمار بعد أن قر المجلس مشروع قانون إبرامي معاهدة تجارة الأسلحة ونقلها جاء ذلك رغم اعتراض نواب حزب الله وآخرين مؤيدين لسياساته إضافة إلى امتناع حركة أمل عن التصويت اعتبر فريق يلي هو حزب الله وآخرين يمكن جميل السيد كمان اعتبروا أنه هالنوع من الاتفاقية الدولية أو هذه الاتفاقية الدولية إلى يد فيها إسرائيل كانت اتفاقية أبرمت عام 2014 لتنظيم التجارة الدولية للأسلحة ومنع الاتجار غير المشروع بها في وقت يمتلك حزب الله ترسانة ضخمة من الأسلحة والصواريخ يؤكد خبراء في القانون الدولي أن هذه الاتفاقية لن توثر على سلاحه ما ننسى كمان مساعدات الجيش اللبناني تجي من أكتريتا من أمريكا ومن فرنسا اللي هنم كمان موجودين بالاتفاقية يعني فيه أمور لازم نمشي فيهم وإلا لازم نعمل كل شيء نحن تيكمل دعم للجيش اللبناني مش العكس وفق خبراء قانونيين هذه الاتفاقية ترسم خطوطا حمراء للدول التي تبيع الأسلحة وتلك التي تشتريها تمنع الدول التي حصلت على السلاح من إعطائها لأي طرف ثالث دون موافقة البايع كما تواجه البلدان التي حصلت على سلاح عقوبات في حال وصلت تلك الأسلحة لمجموعات تعتبر إرهابية